عدة دراسات في أمريكا وبريطانيا جمعت معاً في هذا المخطط لتظهر فعالية الطفرات المختلفة لفيروس كورونا في الانتقال في المجتمع بين شخص إلى آخر إذا أخذت الفيروس الحصلي هو السارس كوفي 2 واعتبرنا أنه نسبة انتقاله من شخص إلى آخر هو الأساس أو هي الأساس يعني أخذنا رقم واحد فمقارنة مع هذا الفيروس نلاقي الطفرة البريطانية اللي اسمها الآن صار ألفا فارينت أو متغير ألفا إضافة إلى متغير بيتا اللي هو جنوب أفريقي كانت نسبة انتقال أكثر بواحد ونص طعف مقارنة مع الفيروس الأساسي بعد منه شفتوا أنه طلع الطفرة البرازيلية هلأ صار اسمها جمع بارينت أو متغير جمع انتقاله بين شخص إلى آخر هو أكثر من ألفا ومن بيتا هو ضعفين نسبة للفيروس الأساسي الطفرة الأخيرة التي ظهرت في الهند اسمها دلتا فهذه الطفرة إلى الآن هي الأكثر انتقالا في المجتمع ومثل ما شايفين هون ضعفين ونص على الأقل مقارنة مع الفيروس الأساسي بالآوين الأخيرة ظهرت طفرة أبسيلون في الولايات المتحدة الأمريكية لكن نسبة انتقاله بالمجتمع كانت أكثر شوي من مقارنة مع الفيروس الأساسي فمثل ما ملاحظين إلى الآن المتغير الهندي أو دلتا فارينت هو الأكثر انتقالا في المجتمع بين شخص وآخر تبين أيضا أن الحالات الناجمة عن الإصابة بالمتغير الهندي هي أشد بمقارنة مع الفيروسات المتغيرة الأخرى ومقارنة مع الفيروس الأصلي من حيث شدة الإصابة كمان اللقاح فعاليته أقل شوي لكنه ما زال جيد بالنسبة للحماية من فيروس دلتا أو متغير دلتا وبالتالي ننصح كل الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح بعد أن يتلقوا هذا اللقاح بأسرع وقت بحيث أنه يخفف بشكل كبير من نسبة الإصابات ويعدل من شدة الإصابة في حال حدثت الإصابة وتقريبا نسبة الوفيات تكون معدومة النقطة الأخيرة اللي بحب نوح إلها أنه الفيروس دلتا انتشر في معظم بلدان أوروبا وآسيا وحتما موجود في الشرق الأوسط هلأ حاليا تقريبا 90% من الحالات الجديدة من إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا هي من الفيروس متغير دلتا وبالتالي الانتشار بشكل كبير حتى خارج الهند أتمنى من الجميع أن ينظر إلى الموضوع بالنسبة إلى تلقي اللقاح بنظرة علمية مبنية على دراسات بعيدة عن تداول المعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أتمنى لكم الصحة والعافية ودمتم بخير شكرا لكم